شهد اليوم المركز الوطني لدعم المناهج أعمال الجلسة العادية لمندوبية الدائرة السادسة وذلك لدراسة مشاريع الدائرة خلال العمل منصرم المناسبة ترأس مندوب الدائرة السادسة تقرير مريم طرحي موارد بهدفي إلقاء النظر على دراسة الأعمال التي أجرتها البلدية خلال العام الجاري ووضع خطة عمل شاملة للعام القادم 2018 فقد أتت هذه الجلسة العادية للعاملين ومستشاري البلديات لبلورة الأفكار والأطروحات لمدة ثلاثة أيام على التوالي عمدة بلدية الدائرة السادسة رحبا بكل الحضور على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم من أجل التباحث ودراسة الأعمال التي أنجزت إلى جانب المجالات الأخرى التي لم تنجز بعد وأكد بأن هذه الجلسة ستثمر بالعديد من الآراء لإنجاز مشاريع إضافية أما مندوب الدائرة السادسة أشار في كلمته الافتتاحية بأنه يجب على مستشاري البلديات العمل دوما على وضع أسس لتقدم وسير هذه الأعمال الجدير ذكره بأن مثل هذه الجلسات التي تقام من أجل دراسة كافة الخدمات التي تنجزها البلديات تعتبر خطوة إيجابية إلى الأمام في سبيل تقدم البلاد التقى اليوم عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى مع مدراء ومؤسسي المدارس الخاصة بالدائرة ذلك بهدف الاستعداد للدخول للعام الدراسي الجديد 2017-2018 تقرير محمد حسن آدم اللقاء الذي جمع أمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى مع مدراء ومؤسسي المدارس الخاصة بالدائرة يهدف إلى الاستعداد للدخول للعام الدراسي الجديد 2017-2018 وكذا مناقشة القضايا المتعلقة باحترام النظم المعمول بها في تأسيس المدارس الأهلية وكذا المشاركة في تعزيز النظام التربوي بالبلاد موسيقى كما شهدت المناسبة عدة مداخلات تنصب في خلق جو ملائم للتلاميذ لتلقي العلم والمعرفة وكذا توفير الأمن والوقاية الصحية والنظافة بالمؤسسات التعليمية نظم اليوم الصليب الأحمر الجديد دورة تدريبية لصالح 30 متدربا حول الإسعافات الأولية المناسبة جرت بمقر الصليب هنا في العاصمة أنجمينا محمد أثمان بشير إن هذه الدورة التي أقامها الصليب الأحمر الجديد لصالح 30 مشاركا ومشاركة هو من أجل تزويدهم بمعلوماتنا عن الإسعافات الأولية وكيفية إنقاذ الذين انتهت بهم السبت جراء الكوارث المختلفة أو الحالات الاستثنائية نائب رئيس الصليب الأحمر الجديد خالى محمد أكد بأن هذه الدورة جاءت بغرض تدريب هؤلاء المشاركين ليكونوا مساعدين من أجل تلبية احتياجات المواطنين في المجالات الإنسانية كلما تطلب الأمر ذلك هذه الدورة التي نظمها الصليب الأحمر الجديد ستستمر لخمسة أيام كاملة هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة للقامل ترجمة نانسي قنقر